انتهاء تأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية وسيادة لطق الصافي خلال نهار يوم الأحد لكن حالة من عدم استقرار الجوي تبدأ تؤثر على المملكة يوم الاثنين تفاصيلها بعد قليل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعين في الأردن إذن شهدت المملكة نهار اليوم أجوى مستقرة ومشمسة في عموم المناطق وبالتالي انتهت تأثيرات المنخفض الجوي الذي عشناه خلال الأيام القليلة الماضية لكن استمرت تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي بالرغم الارتفاع القليل على درجة الحرارة إلا أنها استمرت أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم غد الاثنين تعبر المملكة كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية مجددا ستعمل عن نسوء أحوال جوية غير مستقرة تتكاثر على إثري كمية من الغيوم وربما تحطل بعض زخات من الأمطار بشكل عشوائي وربما حتى زخات من البرد خاصة في المنطقة الشمالية والوسطة من خفاض ملموس على درجات الحرارة نستعرض هذه الخريطة للكتلة الهوائية الباردة المتوقعة تعبر أجواء المملكة خلال الساعات القليلة القادمة اعتبارا من يوم الأحد يوم الأحد هذه الكتلة الهوائية المتمركزة في طبقات الجو العالية جدا ستعبر أجواء المنطقة الشرقية للبحر لبن دوسط ثم الأراضي المصرية وتصل أجواء المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد ظهيرة يوم الاثنين وتبدأ تأثيرتها على شكل أحوال جوية غير مستقرة تتكاثر كمية من الغيوم وتعطل زخات من الأمطار التي قد تترافق بعض زخات من البرد وانخفاض على درجات الحرارة خاصة في المنطقة الشمالية والوسطة وأيضا المرتفعات الجنوبية لكن تعبر سريعا هذه الكتلة الهوائية الباردة ويعود التقس ليستقر مجددا اعتبارا من يوم الثلاثة التوقع التجوية للعاصمة عمان لهذه الليلة تسود أجواء شديدة البرودة درجتين مئوية فقط كحرارة مقاسة ما المحسوسة ستكون صفر درجة مئوية الرطوبة تبقى من خفضة والرياح تكون خفيفة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقع تجوية الثلاثة يام القادمة يوم الاثنين ثمان درجات مئوية مع أجواء غائمة جزئيا مع فرصة يطول بعض زخات من الأمطار ربما حتى زخات من البرد نفس الأجواء متوقعة خلال ساعة ليلة الثلاثة مع الخفاض في درجات الحرارة 3 درجات مئوية فقط يوم الثلاثة يعود الطقس ليستقر تدريجيا لكن تبقى الأجواء غائمة جزئيا مع 9 درجات مئوية فقط كحرار عمان الصغرى 4 درجات مئوية يوم الأربعاء يستقر الطقس ترتفع درجات الحرارة المقاسة حوالي 12 درجة مئوية كحرار عمان الصغرى 4 درجات مئوية لكن تهب على المملكة رياح جنوبية شرقية خلال ساعة نهار يوم الأربعاء تزيد من الإحساس بالبرودة نستعرض الآن وإياكم تفاصيل حالة جوية المتوقعة ليوم الاثنين في باقي مناطق المملكة نبدأ من المنطقة الشمالية فرصة يزخات من الأمطار في كل من إربد عجلون وجرش أم المفرق تقص غائم جزئيا إربد تسجد 13 إلى 7 عجلون 11 إلى 7 جرش 12 إلى 6 والمفرق 12 إلى 4 درجات مئوية المنطقة الوسطى الزرق 11 إلى 4 البلق 9 إلى 4 عمان 8 إلى 3 مادبة 10 إلى 5 والبحر الميت 17 إلى 14 درجة مئوية مع فرصة يزخات من الأمطار في بعض المناطق المنطقة الجنوبية أجواء غامج جزئيا بشكل عامل كارك 9 إلى 4 الطفيلة 8 إلى 4 الشبك 5 إلى 1 معان 11 إلى 1 والعقبة 19 إلى 11 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 14 إلى 4 الصفاوي 14 إلى 3 أم الرويشة 15 إلى 4 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب